موسيقى الإصابة بحصل كل أمر شائع فواحد من كل عشرة أشخاص يعانون منه وهي عبارة عن كتل صلبة من الترسبات تتكون من معاد وأملاح حمضية داخل الكلة أما أسباب الإصابة بها فلم تعرف بعد إلا أن الرجال ما فوق الأربعين هم أكثر عرضة للإصابة بها وهناك عوامل أخرى تساعد على تكوين حصل كلة منها عدم تناول كميات كبيرة من الماء يوميا الإصابة بالبدانة اتباع حمية غذائية عالية بالأملاح والبروتين تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وجود تاريخ عائلي بالإصابة بحصل كلة وفي دراسات حديثة تبين أن تناول كمية كبيرة من الفيتامين سي يزيد من فرص الإصابة بحصل كلة لدى الرجال دراسات أخرى أثبتت أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في التقليل من الأوجاع التي ترافق تكوين الحصة وفي حين تبقى نسبة الإصابة بحصل كلة قليلة عند النساء لكنهن أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات نتيجة تكوين الحصة أما سبل الوقاية من الإصابة بحصل كلة فيمكن تلخيصها بالبدء بشرب ما يعادل لترين من الماء يوميا وذلك للتخلص من الترسبات في الكلة كما يجب تجنب الأطعمة العالية بالسوديوم والبروتين وممارسة التمارين الرياضية يوميا آسيا صفي الدين العربية